أكدت مصر نجاحها بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تنظيم عدد من المؤتمرات والفعاليات المهمة لدعم مجهودات التنمية الحضرية المستدامة من خلال نجاح يوم المدن العالمية الذي عقد بمحافظة الأقصر نهاية عام 2021 وخلال استقبال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رانيا هداية أشهد شعراوي بمستوى التنسيق القائم بين الوزارة والبرنامج خلال الفترة الماضية وذلك في إطار انفتاح الوزارة لتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المحلية في عدد من المجالات